المشاكل في سياسة الولايات المتحدة عندما نناقش مسارات سياسية أخرى وفيما يخص التغلب على المشاكل في علاقاتنا الثنائية وحاولنا قمنا بمحاولات كثيرة لإعادة علاقاتنا إلى مجره الطبيعي ونأمل بأن هذا الوادع سيتغير وهناك مثال آخر لسياسة تقييمات الخبراء والمختصين ورأيهم يعتبر يلعب دورا كبيرا في اتخاذ قرارات من قبل المشرعين الأمريكيين وكذلك يؤثر ذلك على رأي الناخبين على سبيل المثال كان هناك مقابلة السيد ويسلي كلارك الذي كان القائد العام لقواتناتو سابقا وهذا الشخص معروف جيدا في دول البلقانية وقال أنها روسيا تستغل منطقة البلقان في مصالحها وكذلك تؤثر على رجال السياسة المحليين وتوزع أموال بينهم ولماذا لم يتحدث ويسلي كلارك حول المكافأة التي حصل عليها من قيادة كوسوى على سبيل المثال الآن هذا الشخص الجنرال المتقاعد يعمل في إدارة الشركة الأمريكية الكبيرة التي وقعت على عقد مع بريشتنا مع كوسوى حول استخراج المواد الطبيعية في هذه المنطقة وكذلك يعمل في شركة أخرا تقوم بي 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 أموال بالتأكس أموال الحديث حول مصالح مادية فلا بود من نبحث عنها لدى الأشخاص مثل ويسلي كларك وفيما بعد هناك يجدون حجاج لتدخل في شؤون الدخل لي يوغسлавية وهذا مثال ملموس كما أريد أن ألفت نظركم ومن خلالكم نظر المغتربين الروس والسواح الروس الذين يزورون الهند في الفترة الأخيرة في الولايات الهندية ومن خلالكم ومن خلالكم ومزارم يزورون الهندية وفسنا يعني أجزاء حضرة المغتربين وتابعوذون الهندية كبيرما والسواح الوضعي الهندية وكما يدور الحديث حول خلال في عمل المواصلات وفي عمل الإنترنت الأجهزة الإلكترونية وغيرها ومن الضروري أن يلتزم السواح الروس الذين يزورون الهند بحضر وخصوصا عندما يزورون مناطق حيث تجري احتجاجات ويمكن الاطلاع على كل هذه القواعدة في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وأنا مستعد للإجابة عن أسئلة الطرف الأذربيجاني صرح قبل فترة أن أرمينيا تخلت عن تبادل الأسرة حسب مبدأ الجميع بالجميع وقبل عدة أيام قال السيد لفروف أن موسكو تدعو إلى هذا الشكل من التبادل وما رأيكم ما هي المشاكل في هذا المجال قد تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع وهذه المسألة مسألة تبادل الأسرة دائما في مركز الاحتمام للمباحثات